خارطة طريق ترسمها مصر لإنقاذ كوكب الأرض والحفاظ على المناخ وتنفيذ تعهدات مؤتمر باريس من أجل وضع حد لظاهرة الاحتباس الحراري وما ينتج عنها من كوارثة تطال جميع أنحاء العالم فمؤتمر الأطراف حول المناخ كوب 27 بشرم الشيخ أقر إعلاناً ختمياً يحث على خفض سريعاً لانبعاثات الغازات الدفيئة كما تم الاتفاق على إنشاء صندوق لمساعدة الدول الفقيرة على تحمل التكاليف الفورية للتدعيات النجمة عن تغير المناخ مثل العواصف والفيضانات وزير الخارجية رئيس مؤتمر المناخ كوب 27 سامح شوكري أكد أن 112 من القادة والزعماء انضموا لقمة التنفيذ وتم التجديد على ضرورة مضاعفة الجهود للتأكد من الوفاء والوصول لنتائج ملموسة وأضاف شوكري خلال الجلسة الختامية لمؤتمر المناخ أن القرارات التي تم التوصل إليها هي بوابة للنهوض بالتنفيذ وتعزيزه والانتقال للحياد المناخي والقدرة على الصمود داعياً الجميع لاستخدام هذه القرارات ومشروعتها من أجل الأجيال القادمة لوضع الوتيرة المناسبة لتنفيذ اتفاق باريس وتحقيق أهداف هذا الاتفاق وكانت دعوة الدول النامية إلى إنشاء صندوق الأضرار المناخية قد سيطرت على مفاوضات الأمم المتحدة خلال الأسبوعين الماضيين مما دفع القمة للاستمرار بعد موعد انتهائها الأصلي مع مواجهة الدول صعوبة في التوصل الاتفاق خلال التوصل الاتفاق شكرا